شهد المتحف المصري الكبير فعليات الاحتفال باليوم العالمي للكبد وذلك بعد حصول مصر على المستوى الذهبي للإشهاد من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس الالتهاب الكبد سي خلال الفعليات تم تسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها مصر بعد حصولها على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية حيث حققت نجاحا كبيرا في ملف القضاء على فيروس سي وتسلمت من قبل شهادة خلوها من الفيروس من منظمة الصحة العالمية يوم مهم جدا عالمي ويوم مهم كمان في مصر لأنه يفكرنا دايما بالإنجاز الكبير والنجاح الكبير اللي عملته مصر في علاج فيروسي زي لك أن تتخيل أنه في خلال شهور بسيطة جدا كانت مصر هي الدولة الأولى في الإصابة بفيروس سي على مستوى العالم وبعد شهور قليلة بقيت الدولة الأولى برضو في علاج والتخلص من فيروس سي الدولة الأولى على مستوى العالم الحمد لله دلوقتي مصر هي أول دولة خالية من فيروس سي ما عادش فيه الألق والخوف اللي كان بيعتري جميع المواطنين من هو ينتقلوا الفيروس ما عادش فيه مصدر بتاع العدوى في المجتمع اللي حوالينا كان زمان بنقابل كل يوم مئة حالة ومئتين حالة فيروس سي للعلاج النهاردة بنقابل على مستوى الشهر وكله ما يجيش مئة حالة ده كله بيقول ان احنا الحمد لله من خلال الإرادة السياسية القوية والعزيمة على القضاء لهذا الفيروس الملعون الحمد لله احنا قدرنا نتغلب عليه كل ما هو موجود في العالم دلوقتي موجود عندنا في مصر بننفزه اشرف ان انا في واحدة من الوحدات اللي فيها العلاجات الحديثة السرطان الكبد العالم كله بيتاجه دلوقتي لحاجة اسمها العلاج المناعي العلاج المناعي بيحفز الجسم داخليا ان هو يتعامل مع الخلايا السرطانية بحيث ان هو يقضي عليها من ناحية يمنع تكوين خلايا جديدة من ناحية فتحجيم الورم وتحجيم ان ما يحصلش نشاط للأورم بصورة مختلفة